السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درس جديد على قناتنا على اليوتيوب ترول فايلة لتعليموا الكمبيوتر. ان شاء الله هنشرح في الدرس ده ازاي تفك هارد اللابتوب ويتركبه تاني او لو حبيت تستفدله بهارد تاني اا اعلى مسلا فنوريكم الطريقة دي سهلة جدا واللاب اللي احنا هنشر منه الهارد ونركبه هو لابتوب توشيبة. تعال نشوف دلوقتي هنركبه ازاي ونفك ازاي الهارد. احنا جبنا لابتوب توشيبة ماركت توشيبة هو اللي قدامكم ده. ماركت توشيبة. هنوريكم ازاي نفك الهارد. اول حاجة هوريكم مكان الهارد فين? ده مكان الهارد. هو دوت. بيكون مسبت جوه هنا الهارد. عن فك المصمار بتاعه الاول. بعد كده بنقوم شايلين الغطا. بنلاقي مكان الهارد. هو ده شكل الهارد ديسك. بتاع اللابتوب. بيكون فيه مصمار مسبت هنا. السحنة سوى متشال. بعد كان الام رفعين الهارد. ومسحبينه برا عن السوكت. بيبقى ده شكل الهارد ديسك بتاع اللابتوب بيبقى حجمه صغير. زي ما انت شايفينه. وده المكان اللي متسبت فيه الهارد. هو دوت المكان. طبعا الهارد دي ليه تركيبة معينة. يعني لو حاوت تركيبه عكس بش هيركب معك. لازم يكون صح بش هيركب معك. وانت تأكد اللي هو ايه? كده غلط. فانت ما تركيبه بالطريقة الصحيحة او بالعدلة بتاعته. هيركب معك على طول. يعني انت لو راكبت غير مش هركب معك كده دي الطريقة الصحيحة. هيركب معك كل سهولة. وتثبته. كده تثبت بنجاح. هنقوم محطين الغطى بتاع الهارد. تأكد تمام ما يعني انت لو مسكت الهارد ديسك. وجيت تركيبه في السوكت بتاعه. ولقيته مش راكب او السنون بتاعته مش مطابقة. او لو هارد حديث سوية ليه السوكت? ولقيت السوكت مش عايز اخش في مكان الطريقة معينة بيركب فيها. انت بيبان اصلا في طريقة التركيب من عن طريق السوكت او السنون. كده احنا راكبنا الهارد ونتأكد اللي احنا راكبنا قصد الغطى. وتأكد اللي احنا راوطناه كويس. وراكبنا مطمور كويس. وتم تركيب بنجاح هارد. دلوقتي عرفنا ازاي نركب الهارد وازاي نشيله. ولو في فرق بين الهارد اسكان بقى هارد في سنون. ده بيكون قديم او هارد سوكت كده عامل زي المشت. ده هو الحديث بيركب برضو بنفس الطريقة. ما فيه الصعوبة خالص. واتمانيك انستفدتم في الدراسة ده. وتابعونا في درسة جديدة على قناتنا على يوتيوب تروا لفائل الخير لتعليم الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.